تمر الأيام وشهر على كرثة درنة لكن واقع المدينة بقي جرحا ظاهرا لم يندم لدى المنكبين مخلفا معه إحصائية ثقيلة وإن لم تكن نهائية سوما تقدمه الأمم المتحدة التي تتحدث عن وفاة أكثر من أربعة ألاف شخص ونزوح نحو ثلاثة وأربعين ألفا آخرين إلى جانب قرابة ثمانية ألاف في عداد المفقودين إذ تتعالى أصوات سكانها بسرعة إعادة الحياة للمدينة المنكوبة وتتزايد معها لقاءات مسؤولي الداخل مع الخارج والعنوان العريض في كل مرة إعادة إعمار المدينة التي تحولت إلى مركز فاجعة عصفة دانيال ليحمل لقاء المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رسائل وعبارات منها التشديد على أهمية نزاهة المصرف المركزي واستقلاله في إدارة الموارد والتأكيد أيضاً على الحاجة لنهج موحد وشفاف في الاستجابة لاحتياجات درنا والمناطق الأخرى المتضررة حديث نورلاند والكبير سبقته انتقادات وجهها الأمين العام أنطونيو جوتيريش للحكومات في دورهم في فاجعة درنا ومطالباً للقادة السياسيين والمأسسات السياسية في ليبيا إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتنسيق جهود إعادة الإعمار لكنه في الوقت ذاته طالب بضرورة وجود الشفافية والمساءلة في تخصيص أموال إعادة الإعمار واستخدامها من أجل إعادة ما وصفه ببناء ثقة الشعب الليبي في قادته ملف إعادة الإعمار وإن كان في نظر ساكن المدينة النزحين داخلها أو بالقرب منها وحتى بعيداً باتجاه مناطق أخرى في البلاد بعيد المنال تتعالى الأصوات من الداخل منتقدة للوضع الداخلي بالمدينة لسي مال سني منه فيشير الأحمر بالمدينة عبر مدير مكتب الإعلام والتواصل بالهل الأحمر سالم النعاس في حديثه للأحرار عن وجود إحصائيات عن سوء تغذية بين الأطفال بالمدينة بعد الفيضانات رغم وجود منظمات تبذل مساعي للتعامل مع الأمر ومطالباً أيضاً الجهات المعنية بالحاجة إلى ربط الجهتين الشرقية والغربية وتنفيذ حلول سريعة ومجدية مبدياً تخوفه من إمكانية انقطاع التواصل بين طرفي المدينة تأكدات العاملين على الأرض المتتالية عن سوء الأوضاع داخل درنة وبأن المدينة لم تعد تصلح للعيش فيها وتباطؤ الساسة والحاكمين في ليبيا شرقاً وغرباً يظهر جلياً كيف ترك الدرنة تواجه أزمتها وحدها عقب بروز مظاهر التسييس وسياسة ضرب الخصوم منذ يوم الكارثة الأول بعيداً عن المحاولة في التخفيف من تدعيات الأزمة المتفاقمة يوماً بعد آخر